اشتركوا في القناة خلال الزيارة التي قام بها سموه برفقة السيد خليفة بن عبدالله لقعود رئيس اللجنة البحرينية لرياضة الموروث الشعبي التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى موقع تصوير برنامج السارية في القرية التراثية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن البرنامج حقق العديد من الأهداف المرجوة ويسير وفق الخطة التي وضعتها اللجنة البحرينية لرياضة الموروث الشعبي وتهدفون إلى زيادة ثقافة المجتمع البحريني والخليجي والعربي بالموروث الشعبي والمحافظة عليه خصوصا أنه يعتبر جزءا مهما من تاريخ مملكتنا الغالية وارتبط بثقافة أهل البحرين منذ القدم وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن برنامج السارية يمثل منبت الهوية الوطنية ويبعث على تعزيز قيم الولاء والانتماء لمملكتنا الغالية وحرصنا على توجيه اللجنة بمواصلة تقديم البرنامج الهادف والناجح ليشكل جسرا من التواصل بين أجيال الماضي والحاضر ونوها سمو الشيخ ناصر بن حمد بجهود جميع طاقم البرنامج الذي لاقى نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية بدليل الإقبال الواسع على المشاركة فيه وهو سلسلة نجاح تحقق منذ الموسم الماضي وما زال يوصل شق طريقه نحو النجاح حتى وصل صداه إلى الوطن العربي مشيدا سموه بطاقم البرنامج والمقدمين حسن محمد ونيلى جناحي والفنان القدير سلو بخيت كما التقى سموه بالمشرف العام على برنامج السارية عيسى المطوع وأشاد سموه بجهوده في سبيل نجاح البرنامج من جانبه أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بزيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك إلى الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة إلى موقع تصوير برنامج السارية في القرية التراثية باعتبارها لفتة كريمة تعكس دعم سموه الدائم للقطاع الإعلامي ودوره المحوري في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية وأحياء التراث البحرينية وأعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد على ما يقدمه من دعم سخي لبرنامج المسابقات الشعبية السارية الذي يقدمه تلفزيون البحرين طيلة شهر رمضان المبارك وللعام الثاني بالشراكة مع اللجنة البحرينية لرياضة الموروث الشعبي التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة مثمن أن مساندة سموه الكريمة لرسالة البرنامج في ترسيخ قيم المواطنة والولاء والانتماء لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة والفخر بتاريخها العريق والاعتزاز بالموروث الشعبي والحضارية وأضف أن إشادات سمو الشيخ ناصر بنجاحات البرنامج وامتداد شعبيته إلى الوطن العربي محل تقدير واعتزاز من قبل طاقم البرنامج والمقدمين وجميع العاملين في الوزارة وأن هذا النجاح يمثل حافزا أمام المبدعين لإنتاج وتصوير المزيد من البرامج والأعمال الأعلامية والدرامية والفنية والأعلانية داخل القرية التراثية لما تتضمنه من إمكانات فنية وتقنية ونماذج معمارية لإبراز المعالم الآثرية ومظاهر الحياة القديمة في البحرين والخليج العربي في موقع حيوي على مساحة 12 ألف متر مربع في منطقة راسحيان بالمحافظة الجنوبية وأكد سعدة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام توجه الوزارة نحو افتتاح القرية أمام الجماهير وتجهيزها لإقامة فعاليات فنية وترفيهية لربط الحاضر بالماضي وتعميق المعرفة خاصة لدى الأطفال والأجيال الشابة بأرثهم الشعبي والحضاري في سياق خطة علامية للمحافظة على التراث الوطني والهوية الثقافية هي مسؤوليتنا وأمانة في رقابنا أن ننتوارث هذه الهوية اللي بنتنا إحنا كبحرينيين ننظر إلى تاريخنا وننظر إلى إنجازاتنا وننظر إلى مجتمعنا البحرين هي حضارة قديمة استمرت لأزيد من سبع تلاف سنة وتطورت مع السنوات ولكن الهوية البحرينية في هذه العصور اللي مرت يعني واجب كبير لنا أن نقرسها في قلوب وأذهان شبابنا وشاباتنا ونذكر فيها كل من مروا في هذا العمر فالهوية هي الركيزة الأساسية اهتمامي الأول والأخير وهذا جزء قليل وجزء صغير من الترويج لها والله الحقيقة فكرة بسيطة والطاقم قام بشغل جبار كلكم ما قصرتوه من مقدمين البرنامج من مخرجين من مفكرين من كل من هذا تشوف هني هاللي موجودين حولنا كلهم سر أساسي من نجاح هذا البرنامج اللي وصل عدد المشاركين أعداد كبيرة عدد المشاهدين أعداد كبيرة وعداد المستفيدين بعداد كبيرة واليوم بعد الحمد لله يعني مكرمت جالة الملك لهم بزيادة عدد السيارات في هذا البرنامج إلا أنها يعني دعم يعني للناس وهي في نفس الوقت ربحين ربح يعني تربحهم من وراه وذلك معلومات ترسخ في هذا البرنامج شكرا للمشاهدين ترجمة نانسي 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 ترجمة نانسي قنقر